سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود احمد فيديو ان شاء الله هنبدأ كلامنا فعليا عن الابجيكت و هنوضح يعني ايه كل حاجة فوبايسون عبارة عن اوبجيكت الفيديو ده مهم اوي وهيجيب على سؤالات ليك زي ما نقول تمور لفاتت عشان خاطر لان انطلقت ماسك تليفون او فاتح اي سواشيال ميديا حاول انك تقفلها وتهدى كده وتوقف في مكان هادي وتسمع معي وتركز عشان ابجيكت مهم اوي والفوديو ده مهم جدا 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 عشان انت لو فهمته فده معناه انك هتفهم كل الدروس الجاية بقول لك كل حاجة فبايسون عبارة عن اوبجيكت و ليه نوع معي يعني ايه اوضح لك دلوقتي تعال كده نروح دعا سوق احده فين الايدل احده الايدل ها تعالك انا معرف متغير انت اكس بتسوي خمسة ايه ده اه صح وفيش انت اصلا هو اكس بتسوي خمسة على طب معلش دلوقتي عرفنا متغير هون اكس بتسوي خمسة واحدة بنشعر قاسيات خالص في اول الدروس قلتلك اللي احنا عايزين نعرف النوع بتاع المتغير ده ايه بقول طيب اف اكس فكان بيطبع لك كلاس انت ايه كلاس دي؟ يعني ايه كلاس ويعني ايه انت دي؟ ركز معي الناس المبرمجين لما يعملوا اللغة اول ما بدأ اخرس عايزين نعمل لغة برمجة و بدأوا يتكلموا فقال لك والله اللغة البرمجة دي المستخدم لما يجي يتعامل اه 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 ا نصنف البيانات دي قال لك ماشي نصنفها فلما جي صنفها قال لك والله الاركام الكتير لشبه بعض دي اللي هي العدد دي الصحيحة احنا نسموه انتجر اللي هي ترجمتها بالعربي اعداد صحيح قال لك ماشي قال لك والاركام اللي هي العشية دي نسمها في لوت قال لك طب انتجر دي كبيرة وقال لك خلاص نخليها انت بس تمام قال لك طب الحروف واركام اللي هم اتنين في بعض وكده قال لك نسموهم استعار نسموهم استرينج وعشان نتخفيف نخليها استعار بس قال لك تمام قال لك طب الصح والغلط قال لك نسموهم بول بول دي اللي هي بوليان يعني صح يا غلط بس التبسيط سمها بول وطبعا كان فيها حاجات كتير لو احنا عطيهم مثلا مجموعة قيام فقال لك نعملهم في حاجة اسمها لست قال لك طب او افرد اللي سه دي انا عاوز اعمل لست ممكن نعدل عليها ولست ما نعدلش عليه الله خلاص نعمل لست ممكن نعدل عليها ونعمل حاجة اسمها تيوبل ما ينفعش نعدل عليها فهم لما جمو يقسموا الحاجات دي عامل لكل واحدة فيهم نوع انت في الووت استي ار بول واو 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 عاملهم كلهم تمام قال لك كل واحدة من دول لها خصاص ولا حاجات اعرف وطبعها علي ازاي يال خصاص بتاعاته قال لك انا ايه اللي خلينا اعرف انه ده انا 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 ا الليست والدكشنري كنا بنعمل ايه كان كل واحدة فيهم فاها بلت اين ميزورز يعني ايه يعني لما كنا بناجي للليست كنا بنلاقي فونكشنز جواها حاجات جواها جاهزة بيجيب لك مثلا المن والماكس واللن وكان عندنا مثلا ايه اس تايتل وكان عندنا مثلا ابر وكان عندنا مثلا لوور وكان عندنا ميزورز وكتير براف نستخدمه صح? طب الميزورزز دي جات من اين? قال لك والله احنا دلوقتي مش احنا قلنا ان البيانات اللي داخل الوزر دي كتير مش احنا قلنا فوق ان هم مكتار وجانا اصلنا في نوم انت وفلوت واس تقار وبول وكده قال لك اه قال لك تب ما تيجي نحط الانت والانت دي ان نحطها يعني زي في شنطة كده في حاول لها حاجة نعيم فيها الانت ده ونقول ان الانت ده جامعة واحد اتنين تلات قال لك ماشي قال لك طب نعمله ازاي ده قال لك نسمي كلاس والكلاس ده اسمو انت عمل كلاس اسمو انت بياخد مني الاعداد الصحيح تب كلاس دي قال لك والله احنا ما ناجه نعرفه نقول الخصائص بتاعته ده هو ان ده كلاس فور انتجر هيبقى في الاعداد الصحيح قال لك تمام قال لك تب عزلنا نعرف كمان عزلنا نعرف كمان حاجة قال لك خلاص احنا منكم نبقى نعمل كلاس للسترينج يبقى كلاس استي ار تمام كلاس هو ونبدأ نقول والله ده هيتعامل مع السترينج طب الكلاس ده في ايه من جوه مش احنا قلنا ان السترينج ده في حاجات اعرف اطبع عليه زي الابر واللور والحاجات دي اللي انا كتبه فوق اه تبدي متعرف هنا كأنها دواب كده تمام ويمشي على هزا الحائل دي وابدأ ينزل تحت وينفزه طبعا نفتح ملف جده عشان ده في نقطة بروحاتنا اهو فيب انا دلوقتي عند حاجة اسمها لست الليست دي جواها يعني باجه اقول لست مثلا كده حط الواحد والاثنين والتلاتة والاربعة اهو الليست دي دي جواها حاجات بعرف اطبع عليها اللهم ايه اللي هو المين والماكس وكنا بنطبق على الليست وكنا بنعمل اللين وكنا كمان خلينا مثلا نقول دول دول موجودين فين قال لك والله دول احنا لما جاننا نكرية الليست احنا لما جاننا اللي عاملنا اللغة عملنا كلاس وسمناها لست واللست دي جواها ميسرز واحدة اسمها من اهو تعال نحط بس هنا وواحدة اسمها ماكس اهو وقال لك نعرف واحدة اسمها لن يبقى برضو بتجيب لي كل حاجة يبقى اي ميسر انت كنت بتستخدمها بتلاقي موجودة جواه تب الليسترينج مشانا كنت باكتب بسترينج مسلا اس تي وار هتساوي محمود مسلا وكنت باجة اقول قد اعرف اطبق على محمود دي انا اعمل 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 لها مثلا الابر والليور والاس تايتل وكنت بتطبق عليها حاجة ترق وكابي تلايز لما كان اكتر دول لما البيلت ان ميسودز اكتبها لك اين اهو البيلت ان ميسودز اللي انا كنت بتطبقهم عليه مش دول موجودين اه طب دول اصلا جوم من اين انا كنت بتطبق كده موجودين فين قال لك والله الناس اللي عملت اللغة عاملة اصلا اسمها استي او بجد قال لك والله ابن اعملين كلاس مو مستقل تب الكلاس دي فهي قال لك فها ميسوز شوية ميسوز اللي هما دواء العادية بس ابن اعلم ميسوز اللي انهم جوها الكلاس الشوية الفونكشنز اللي جوا دول اسمهم ايه اسمهم اللي عندك دول ابر اهو وجوها الكود اللي بيعمل الابر وعندك كمان وجوها الكود اللي بيعمل الابر وعندك كمان ايه تاني اس تايتل وجوها الكود اللي بتشك هل ده تايتل ولا لأ وكده فهم عشان عملوهم كده ورتبوهم انت لما تجي تستخدم بتبدأ ايه تستخدم طيب يعني ايه بقى يعني ايه كلمة يعني ايه كل حاجة اصلا تعال نرجع هو انت هنا مش لما جيت تاخد متغير قلت اس بتساوي محمود احمد بتساوي محمود اه قلت اس تاير بتساوي محمود انت عملت ايه انت اخدت اوبجيكت من الكلاس اللي اسمها اس تاير يعني ايه اوبجيكت اصلا يعني ايه يعني ايه اوبجيكت ده بيساوي حتى بايسوا ملوان ايه ده بيساوي copy نسخة اكتبها لك عرب اهو ده نسخة من الكلاس بتاعتي يعني لما بجقول لما بجقول هنا مثل اكس بتساوي امال مثلا اهو فانا دلوقتي اخدت نسخة من الكلاس دي بس باستخدام امال يعني زي ما اكون انا بالضبط عملت كلاس بس بدل ما انا بطبع السترينج بطبع الاسم امال فانا دلوقتي قدام ان انا اقول ايه اقول اكس دوت قبر اللي هي اللي جوا ده هي اللي انا معرفها جوه اللي موجودة في الكلاس اصلا اللي بايسوا معرفوه وقداما كمان اقول ايه اقول اكس دوت لور اللي هي جواه فانت لما بتكاريت متغير اكس بتساوي كما معينة فانت اخدت نسخة من الكلاس اصلا اللي المرموجين اللي عاملوا اللغة من برموجينه فانت لما بتكاريت هنا فوق مثلا لستة بتساوي 1-2-3-4 فانت بتاخد نسخة من list اللي موجودة اصلا في اللغة. طيب نهدى بقى على بعض نهدى كده ونردع كل حاجة عشان تودع. ركز معين. قلنا ايه من اول قلنا الناس اللي عملت اللغة قالك احنا عندنا data types كتير عندنا انواع كتير من البيانات فما تيجي النوع عم نقول ده integer وده float وده string وكل واحد شوهم ليه خصائص وكل واحد فيهم يقدر اطبع عليه حاجات معينة. قالك ماشي. تقم كاريت لكل واحد فيهم مكان كنتينر كده حاجة نعرف بيها ان ده نوع معين بخصائصه. فالكونتينر ده اسمه list. فاما يقول لك احنا عندنا list list نحط فيها كذا 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 كذا. ونبدأ ايه? ونبدأ ان نعرف ده بتاعنا ولا لا. طيب لما انا دلوقتي باجه اقول مثلا. str بتساو محمودة وx مثلا بتساو امال زي هنا. فاندلوقتي باخد نسخة من الكلاس الاساسية. فلما باخد نسخة منها كل اللي جواه ده بيبقى متاح ليا ان انا ايه? استخدمه. تمام. طيب ما تيجي نشوف حاجة كده. فاكر دلوقتي. فاكر دلوقتي تلة الهلب. اه. طيب لانا دلوقتي امتعمة اكس بتساوي محمود. ومتال هلب. اوف اكس. استنى. اكس بتساوي مثلا list. ومتال هلب. اوف اكس. تمام. اشتغل تاني. اطلع فوق كده. هتلاقي ايه? اول حاجة اميل لك ايه? help on list object. يعني ايه? يعني انا بساعدك انك تعرف اكتر عن الوبجيكت ده هو اللي انت باخده من list. اللي هو الاكس. ليه? مش احنا قلنا ما ضم حطت كوسين زي دول. يبقى انا دلوقتي. اشتغلت زي الليست بالزبط. لان الليست متعرفة ان اي حاجة بننكسون دول list. فلما بقول له اكس بتساوي دول. انا دلوقتي باخد نسخة من list اللي موجودة اصلا متعرفة في بايسون. طب اللي اللي متعرف في بايسون ايه? ايه اللي زاهره قدامك ده? دي اللي الس الاصلية من المربجين بتوع بايسون عملوه. بالزبط. واي نسخة عندي اسمها ايه? اسمها object. زي ما هو كاتب لك اه. طب تعال كده ننزل تحت في list دي. كل الحاجات دي اللي جوا دي بقولك ايه? مثل دفايند هير. يعني دول شوية دوال متعرفين جوا الليست. المبرمجين اللي عملو بايسون معرفها لك عشان خاطر تستخدمه. ننزل تحت. نلاقي حاجات احنا يمكن عارفينها. بص كده. اللين ايه? اللين اللي احنا بنستخدمه. بترجع بايه? باللين بطول الحاجة. وعندك ايه تاني احنا يمكن شفناه? الريفيرز. كاتب لك بريتين الريفيرز. بتجيب لك العكس بتاع الحاجة بتعمل لها? بتعمل لها عكس. وانزل تحت بقى هي جوا ما اللي احنا عارفينهم كلهم هو. ايه ده? الابند ده هي. حتى وقيل لك ازاي تكتبها? ال.ابند. يعني لما تجد ضيف يقول لك ال.ابند. وكاتب لك كمان شرح لها ابند object to end. يعني بيضيف الحاجة دي في اخر list. فاكر ده النافس اللي انا شرحته بالزبط. وعندك ال clear. اللي ودود clear. بقول لك remove all items from L. هتمسح لك كل حاجة موجودة في list. وعندك ال copy. وعندك ال count. وعندك ال extend. والindex والinsert. والبوب هي فاكر البوب. كنت قلت لك البوب بتعمل حاجتين. بتطبع الكمان اللي في الاخر وبعد كده بتمسحها. فبقول لك اه. remove and return item at index. default last. يعني هي بتروح تجيب لك اخر item. وبتطبعه. بترترني بيه يعني بتطبعه. وبتعمل له remove. وبتاخد الدفق. يعني الدفلت بتاع اللي بتعمل بيه كده اللي هو اخر. واحد خالص. وقال لك كمان هي بتطلع index error لو الليسة دي هم فاضية. يعني انت عامل لستة فاضية. اطلع لك ايه? error ان الليستة فاضية. وفي ال remove وال reverse وال sort. لاحز كل اللي انا قلته لك اصلا موجود هنا. يعني انت بعد كده لما تستحتاج حاجة من دول مش لازم تبحث عن نت. انت مت متستخدم الدكومنتيشن. فاكر اقدرت بتاع الدكومنتيشن هو ده بالزبط. فالفكرة عندي في ايه? ان انا دلوقت لما روح تعرفتم تغير ومتها ال x بتساوي listة فاضية او listة فيها قيم. تمام? فبدأ يساعدك ويقول لك الليست دي فيها ايه? واحد اتنين تلاتة. ليه? لانك خدت نسخة من listة الاصلية اللي موجودة في اللغة. طيب. انا دلوقتي كل حاجة عندي object. تمام? زي المسال ده بالزبط. بص كده انا عملت هنا listة. عملت هنا listة فاضية. listة فاضية. وعملت متغير اسم بول كمتو بترو. ومتغير اسم نن كمتو بنن. وحتى الطيب المسادة اللي اسمها طيبة. حطيتها في متغير. وعملت function. وعملت يبقى جبت طبعة الطيب لهم كلهم. شوف الليست الطيب بتاعي. class list. يعني ده object اللي موجودة في اللغة اللي اسمها list. لانه شبهها. لانه متعرف على طريقتها. طيب اش عرفني ما اهو? الاكواس هي. مش احنا قلنا اي حاجة في الاكواس دي تبقى list. اهو. طيب ناجل لبعض true. فقال لك ده بول. ليه? مش قول بول ده احنا قلنا انه متغير true أو false. طيب ما انت عمل true اهو. يعني انت واخد نسخة شبه اللي متعرفة جوه اللغة. فانت كده واخد متغير بول. من الكلاسة الاساسية. حتى النون موجود لها كلاسة اسمها نون طيب. بتعامل مع النون طيب. تمام. حتى الطيب موجودة من كلاسة اسمها طيب. فيها كل حاجة عشان تعافي تتعامل مع الطيب. والfunction جاية من كلاسة اسمها function. بتقول لك والله ان انا لو عند كلمة div الاول وعند التوتين يبقى دي function. والfunction دي لها كزا. لها واحد اثنين تلاتة واحدة كزا. يبقى دي معنى everything is object. اللي هو كل حاجة انت واخد نسخة من الاصلي اللي متعرفة في اللغة. فلما تاخد نسخة من شيء بتستفيد بالخصائص بتاعته زي هنا بالزبط. لو انا خدت نسخة من list. زي ان لو انا دلوقتي خدت نسخة من list ده x بتسوي list. فانا خدت نسخة. فبامكان ان انا اطبق كل اللي موجود جوه ده على النسخة بتاعتي. تمام? سيب. يا رب تكون المسال اللي حد ده ما واضح. كده الفوديو ده خلاص ان شاء الله. كده بعضح فيه بس. عشان دي انا توضح معاك. حاول لو انت ما فهمتش الفوديو من اول مرة. تسمعه مرة كمان. وان شاء الله هيوضح معاك. الفوديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن القلاصس. ايه الكنتينرز اللي احنا بنعين فيها الحاجة دي. و ايه هي. شروطها و ازي انا هتعامل معاه و ايه اللي بتحط جواها و ازي نستخدمها و كده. اللي احنا ان شاء الله هنشوفه الدرس الجاي. كان معكم محمود احمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.